ناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه الدورية اليوم برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري جملة من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله وطالب تنفيذي شبوى بضرورة إنشاء مركز للإندار المبكر بالمحافظة مؤكدا على دوره في حماية المحافظة من وقوع الكوارث والتقليل من خسائرها كما أكد المكتب التنفيذي على أهمية تعزيز الموارد المالية بالمحافظة والعمل على معالجة الصعوبات التي توجه قنواتها الإيرادية